السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حصة ديفان الحماسة من فصل الجامعة الرضاوية منزل الإسلام أونلاين فيا أيها الطلبة العزة اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء وتخضعوا للمحاضرة بمعاني النظر وحسن الصفاء واجتهدوا في الحصول على العلم فبذلك يزدهر مستقبل الحياة وترافض لكم الآمان المتدفقة في قلوبكم وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصدوا ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات بسم الله الرحمن الرحيم وقال طفيل الغنبي وما أنا بالمستنكر البين إنني بذيلة في الجيران قد ما مفجع جدير به من كل حج شحبتهم إذا أنا سنعز علي تشدع وإني بالمولى الذي ليس نافعي ولا ضائري فقدانه لممتع أيها التلب على عزة قال طفيل الغنبي هو شاعر جاهد هو يقول هذه الأبيات ويبين في هذه الأبيات أنه أعرف وأعلم وهو يعرف معرفة جيدة بالفراق بالبين وهو ليس بجاهل عن الفراق بالبين فهمتم؟ فإنه وقتا فوقتا حينا بعد حين هو يتفجع بالبين والفراق فلذلك هو قد تعود وشار عاديا للفراق لذلك هو لا يخاف من الفراق هو يبين في هذه الأبيات هذا المفهوم يقول وما أنا بالمستنكر البين إنني بذي لطف الجيران قد مفجع وما أنا بالمستنكر استنكر يستنكر استنكارا منه جاهلا أي أنكرا أنا ما ها هنا نافيا ما أنا بالمستنكر البين أي إنني لست بمنكر بمنكر للبين والفراق أي أنا أنا لست بجاهل عن البين والفراق بل أنا أعرف الناس به إنني بذي لطف الجيران قد ما مفجع أي إنني متفجع ومفجع ومولم بذي لطف من الجيران من زمان قدیم فإن كل واحد من الجيران الذين كانوا في غاية من الكرامة والشرافة والعزة لدي هم قد فارقوا يقولوا بالأردية میں جدائيگی سے ناشنا نہیں ہوں کیونکہ میں ایک زمان قدیم سے اپنے مهربان ہمسائيوں کی جدائيگی سے دردمند ہوتا رہا ہوں إنني بذي لطف الجيران قدما مفجع فهون قدما هو ظرف لمفجع جدير به من كل حج صحبته إذا أنا سنعزو علی تصدعوه جدير منه اليق أي أنا مستحق بالبین والفراق من كل حي أي من كل قوم وراحط صحبتهم أي صحبتهم وكنت معاهم إذا أنا سنعزو علی حينما رجل مونس قد صارع لدي عزیزا وذا بقار وذا شرف تصدعو أي بعد بعد ظهور العزة وشرف هو قد فارق تصدع أي انفلق جدير به من كل حج صحبته أي أنا مستحق بالبین والفراق من كل قوم وراحط صحبتهم وصرت معاهم أنا مستحق بالبین إذا أنا سنعزو علی تصدعو أي حينما شرفت علي وعزت لدي جماعة فبعد هذا تفرق عندي فأنا سرط متعودا للبین والفراق يقال بلور دیا میں جدائیگی کا مستحق ہوں سزاوار ہوں ہر قوم سے جن کے ساتھ میں نے مساحبت اختیار کی کیونکہ جب بھی کوئی میرا عزیز پیارا میرا قریب ہوا تو قربت کے بعد وہ دور ہو گئے وَإِنِّي بِالْمَوْلَى الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي وَلَا ضَائِرِ فُقْدَانُهُ لَمُمَتَّعُ لَمُمَتَّعُوا هو اسم مفعول وَهُوَ خَبْرٌ لِقَوْلِهِ وَإِنِّي وَبِالْمَوْلَى هو متعلقٌ لِقَوْلِهِ بِالْمُمَتَّعُ فَالْمَعْنَى اِنِّي بِالْمَوْلَى الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي وَلَا ضَائِرِي فُقْدَانُهُ اَنَا مُمَتَّعٌ بِالْمَوْلِهِ الَّذِي لَا يَنْفَعُنِي وَجُودُهُ وَلَا يَضُرُّنِي فُقْدَانُهُ وَمُوتُهُ فَأَنَا فِي حَيَاةِ مُمَتَّعٌ بِهَذَا الْإِبْنِ وَبِهَذَا الْأَخِ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُنِي وَلَا يَضُرُّنِي فهمتم؟ وَلَا يُفِيدُ وَجُودُهُ وَلَا يَضُرُّ مُوتُهُ يُقَالُ بِالْأُرْدِيَةِ مَنِ ایسے چچا زاد سے اپنی زندگی میں محزوظ ہوتا ہوں کہ جس کا وجود میرے لئے نفا بخش نہیں ہوتا اور نہ ہی جس کا فقدان میرے لئے نقصان دے ہوتا ہے وَقَالَ الرَّيْعِي وَقَدْ قَادَنِي الْجِيرَانُ حِينًا وَقُدْتُهُمْ وَفَارَقْتُهُ حَتَّى مَا تَحِنُّ الْجِمَالِيَا رَجَاءُكَ أَنسَانِي تَذَكُّرَ إِخْوَتِي وَمَا لُكَ أَنسَانِي بِوَهْبِينَ مَادِيَا وَقَدْ قَادَنِي قَادَ يَقُودُ قُودًا هو ضد السوق وهو نقيد السوق فإنه يكون من قدام وهذا من خلف وقال مَا تَحِنُّ جَمَالِيَا ها هنا الشاعر قد نسب الحنين إلى الجمال لأن الجمال في الحنين أقل صبرا فهمتم؟ فقد شبه الشاعر طبيعته بالجمال في عدم الصبر وقال وقد قادن الجيران أي قد جذبني الجيران إلى مدة طويلة وإنني قد جذبتهم أيضا فقد وقع بين الجيران وبيني المجاذبة من جهتين وكل واحد منا يجازب الآخرة محبة وألفة وفارقت إنني فارقت الجيرانا حتى ما تحن جمالية حتى لا تشتاقوا جمالي إلى الفراق لا تشتاقوا إلى محبتهم بعد الفراق وهي طبيعة لا تستر فإنني شرطو بعد وقوع هذه المفارقات شرطو متعفتا يقالو بالأردية میرے ہمسائيوں نے ایک زمانے تک مجھے اپنی طرف کھیچا اور میں نے انہیں کھیچا یعنی ایک دوسرے سکرو بہت زیادہ چاہتے رہے اور پھر میں ان سے جدہ ہو گیا یہاں تک کہ اب تو میری طبیعتیں مشتاق بھی نہیں ہوتی یعنی فرقت کے بعد عویسال کی عارضو ہی پیدا نہیں ہوتی رجاءك انسان تذکر اخوة ومالوك انسان بباہوی نما دیا رجاءك یا ایوہ المحبوب ویا ایوہ الجار رجاءك انسان تذکر اخوة اے رجاءك وامنیاتك امنیات منک قد جعلنی ناسیا عن ذکر اخوة ومالوك انسان بباہوی نما دیا اے مالوك قد جعلنی ناسیا لیمالی اللذی كانا بموضع وحوی حاکدہ اننی قد شغفتو بحبک ولیکن بعد الفیرات اننی قد شعورتو و تذکرتو اخوة یقالو بلوڑ دیا تیری آرسو نے مجھے اپنے بھائیوں کی یاد بھلا دی اور تیرے مال نے مجھے اپنا وہ مال بھلا دیا جو مقام وحبین میں رکھا ہوا تھا قد انتهت درس انشاءاللہ نلاقی فیما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ